تفجير الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة تقرير سوران داودي عشرة قتلى وأكثر من خمسة وعشرين جريحا حصيلة انفجار سيارة مفخخة في حي الواسط جنوب مدينة كاركوك ليلة السب الانفجار الذي تسبب بأضرار مادية كبيرة في عدد من المحال التجارية أكد شهود عيان أن ضحاياه كانوا جميعهم من المدنيين جاء أحد سيارة مفخخة تقلق على المات عشرة مات وعشرين بس هالقدار المستفادين ها؟ يعني ش راح يحصلون؟ والله كاركوك كانت زينة قبل ما بيها تفجيرات وزينة الوضع يعني كانت أمان واحد يقدر يمشي وحسا ما اختلفة شو الأمر طارقوا قاموا بخلوا سيارات مفخخة على ناس أبرياء أخويا كل جهة تشتغل بصفحة تروح الجهة الحرس الوطني تشتغل وحد الشرطة تشتغل وحد إلى الشايس تشتغل وحد إدارة كاركوك أكدت أنه بالرغم من وجود خندق أمني حول المدينة إلا أن الإرهاب يجدد خططه وفق المتغيرات مشيرة إلى وجود إهمال واضح من قبل الشرطة في مناطق جنوب وغرب كاركوك إضافة إلى وجود مناطق سمتها بالسائبة في المحافظة أنا في الحقيقة ناقش مثل هذا الأمر هل المعلومات هي التفكيخ يحصل داخل المدينة أو خارج المدينة بالحقيقة التحديد غير دقيق في مثل هذا الموضوع ما دام مناطق هناك سائبة في محافظة كاركوك أمنيا مناطق جنوب وغرب كاركوك فيها مناطق سائبة خالية من القوات الأمنية يحصل بها تفكيخ بشكل مستمر أو يعمل الإرهابيون على عمل أوكار آمنة في مثل هذا الأمر فنتوقع أن الإرهاب له أساليب سواء في التفكيخ الداخلي أو في إدخال المفاقات اللجنة الأمنية في المحافظة قالت أن كاركوك كانت مستقرة لثلاثة شهور خلت إلى أن ترد الوضع الأمني في المحافظات القريبة منها أثر عليها سلبا كما أشارت إلى ضرورة التنسيق العالي بين المؤسسات الأمنية والجيش والشرطة في المحافظة تشهد الوضع الأمني في كاركوك نوم من الاستقرار خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة ولكن مع الأسف ترد الوضع الأمني في المحافظات المحيطة بكاركوك صلاح الدين وموصل وديالة أدت إلى اختراق الأمس يوم أمس وحصول انفجار سيارة مفخخة يحتاج إلى أخذ اليقظة والحضر وزيادة التنسيق بين اللجان الأمنية أو الفرق الأمنية أو التشكيلات الأمنية موجودة في كاركوك رغم الإجراءات المتشددة من قبل إدارة كاركوك إلا أن بعض المراقبين أشاروا إلى وجود نحو أربعين ألف عائلة نزحت من ديالة وأنبار وصلاح الدين إلى كاركوك والكثير منها غير مسجلة لدى دائرة الهجرة والمهجرين سورا داودي الحرة كاركوك أحبطت قوة تابعة لقيادة شرطة بابل محاولة تفجير سيارة كانت متوقفة قرب مدرسة بين جبلة والأطلاق